السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهوات فتيحة ام ايوب. اليوم ان شاء الله نختار عليكم واحد البلبولة ديالشعير او الحسوة ديالشعير على كل منطقة وشنو كتسميها او الحريرة بالشعير بالاعشاب اللي دا والاهم من ذلك الصحية اه كتصلاح الوجبة ديال الفطور اكثرية الوجبة ديال الفطور صحية صحية البنات وطريقة سهلة والاعشاب كتجي رائع على البنات والنديدة والاهم من ذلك صحية تابعوا معي الفيديو حتى الاخير وتشارك معكم حتى الطريقة ديالي ديال تحضير بسم الله على بركة الله عندي هنا واحد دا لطرون السع الما درنتهم في الطنجرة ديال الضغط وخلي الما تيغلي مزيان ديالي واحد بصلة اللي حكيتها مزيان بصلة محكوكة درت الما لبنات يغلي باش ناختصر للوقت وما تطلبش مني وقت كتير باش توجد وزد عليه بصلة محكوكة ونزد عليه واحد آآ واحد دا ربعة المعالق ديال زيت العود زيت البلدية طريقة سهلة لبنات وكتتوجد بسرعة والاهم من ذلك صحية ولديدة آآ كنزيد واحد المعالقة ديال الملحة معي لقى ديال الملحة دائما الملحة ستبقى على حسب الدوك تقدروا تزيدوا تقدروا نقصوا ومعي لقى ديال اسكين جبير اسكين جبير ونس معي لقى ديال ابزار انا هادو ما التواب اللي كان دير وواحد آآ معي لقى ديال فليو نستعمل فيها الاعشاب اللي تيكونوا صحيين بحال فليو زهتار آآ زريع الكتان حبرشاد وتقدروا تزيدوا اي اعشاب يعني كتفضلوها اما تزيدوا حبة حلاوات نسموها بها ولا الكامون ولا دائما على حسب الرغبة انا دلت حبرشاد وزرعت الكتان جج معالق وزت كذلك حتى الزعتر محكوك هنا آآ زريع الكتان وطبيعة الحال كنكونوا منقين الاعشاب من قبل مزيان واحد جج معالق ديال الزعتر يكون محكوك وسوف يمكن نخليهم يغلوا مع بعضهم مزيان ومن بعد البنات عنزيد واحد المعيلقة صغيرة يعني واحد شوية ديال المساخن الرس الحانوت يعني لحسب الرغبة تقدروا تستغنوا عليه لما كنتوش كتفلوها تقدروا تستغنوا عليه انا كي عجبني ارا مكترش دار تغير سافي دار تغير كنسمعي لقاء ديال رس الحانوت تقدروا تستغنوا عليه ونخليها حتى كتغلق مزيان طنجرة او انا في نفس الوقت تنكون نفزقها البلبولة اللي عندي آآ البلبولة هي اللي كتكون آآ متوسطة ما كنتستعملش الرقيقة وما كنديرش الغليدة ومتما لا حسب شنو كتفضلو آآ كنفزقها مزيان كننغسلها وجوج مرات وكننحيد لها القشور اللي كيكونوا زايدا فيها ديال ديال الشعير كننغسلها مزيان وعد كننزيدها على عد كننزيدها في الطنجرة ضروري البنت تغسلو البلبولة مزيان هنستعملت رابعة ديال البلبولة كنتو ما لا حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب الاشخاص ولكنتو البنت كتبغيو هاد الحسوات فطرو بها في الصباح من الاحسن من الاحسن توجدوها بالليل وفي الصباح تزيدو عليها الحليب كتتوجد بالليل يعني تخليوها طيب على خاطرها صافي هنايا كننقس عليها النار وكنخليها طيب على خاطرها كنغطيها البنات هاد البلبولة رحى الصحية الصحية كنعود نأكد وحتى البنات اللي كيردعوا المرضعات رحى صحية ليهم حد فيها يعني كل ما هو اللي كي مفيد وصحي والاهم دالك فيها المساخن وفيها حب رشاد وحب رشاد راه مهم مهم بالنسبة لبنات المرضعات كد شي رائعي لبنات وكد زيد الحليب عند المرضعات سافي كنغطيها وكنخليها تطيب على خاطرها وعادة ارجاع معاكم من بعد البنات ما طابت البلبولة رازت الماء يعني زيت لها الماء وخليتها طابتها حلها خاطرها زيت واحد الكاس كبير ديال الماء ومن طابت حليت عليها وزيت وجوش كيسان ديال الحليب الكاس اللول وزيت الكاس تاني ديال الحليب وانخليها ظلي واحد الخمسة دقايق حتى العشرة دقايق ونطفي عليها النار كتجي رائع على البنات انا كان ديرها حتى البنات لكنتو كتبغيوها بسميدة كتجي رائع على البنات بسميدة كذلك بسميدة وكتكترو فيها الاعشاب كتجي زوينا بزاف ومع زيت العود وكتزيدوا عليها الحليب حتى الاخير كتجي زوينا بسميدة انا اكترية كتك نديرها بسميدة ولكن حتى بالبلبلبلة واللي تكن دير هدا بغير بالبلبلة حتى انها كتعجيبني وكتجي رائع على البنات تستطقوني اه والاهم من ذلك تجي صحية سفيك نخليها تغلى مزيان حتى كتكتكتب يعني حتى كيتعلك فيها هذا الحليب ولا كانت ناقصة الملح نزيدوا الملح ولا كنتوا ما كتفضلوش انها نجي زيدة يعني اه كتبغيو انها تكون ناقصة من الملح ما تزيدوش نهائيا الملح سوف يخليوها الطيب على خاطرها وعد قدموها في الفطور وجبة في الفطور او وجبة الاعشاء كتجي خفيفة ولديدة وصحية يعني اه اه احسن تاخدوها في الفطور كتجي زوينة صارحة واحتى الوليداتكم من الفهم يأكلوا بحالة شي دي الاعشاء اللي صحيين مفيدين اخصوص في هادي البرد بحالة الحسوات اراهم صحيا في هادي البرد اللي بنت صافية نخليها هنا حتى تضغلها واحد شوية وكنقدمها ليكم بسحة ورحم بسحة ورحم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كنقدموها يعني دائما بوجبة الصباح ما اعطى شوية وحد شوية دي الا الامر وكاتجي رائعي البنات كصدقوني الديدة 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 ولا اتجربتوها دائما اعتقام اعتمداتكم خصوصا في الفصل دي ال بدد اللي تيكون فيها البرد لا اعجبتكم البلبولة اللي حضرت معاكم اليوم ما تنسوا نشفى اللايكات واشتراك باش يبصلكم دائما الجديد لقاكم في فيديو جاي ان شاء الله تبقى على خير اشتركوا في القناة